هذا العمر على 130 مليون سنة تقريباً كان هنا بعد شأنه مبلش النبات المظهر أو الأنجو سبيرم قبل الأنجو سبيرم حتى كمين تراب كان أسدك لأنه إذا كنا هم نحكي هون ريزينس وكذا هيك تريز أنه صناوبريات وغيروها دور بيجي ديماً عادةً السول طبعهم الأرض طبعيتهم أسدك فاتغيرت كل شيء يعني هون في عندي عيال كبيرة من الحشرات اختفيت بالتزامن مع ظهور نباتات مظهرة وغيرهم بيّنوا وصار في عندي شيء يسمى كو إيبوليوشن بيصير بين الحشرات والفلاورينج بلانس بعدنا هوت سبوت يعني بالنسبة لبيو ديفرسيتي لأنه في عندي تلال كتير وشبال كتير ووديان كتير وفي عندي نباتات أندمك وكل شيء هاو كل وصوا كمينة بيساعدوا يكون في عندي هالتنوع البيولوجيا اليوم بيسام الحشرات كلنا منعرف أنه كتير كتار كمينة اللي عندهم لبنان يعني بس فكرة منقدر الحشرات اللي عندهم لبنان حوالي 18-18 ألف سبيشي مختلفة لا يزال نتطلع شوي منلاقي طبقة صغيرة تحت هالتطبقة الكبيرة في النقصمة يعني الطبقة الصغيرة الشوي هي اللونعة عبنة هي الشول أو إذا فاتكون الشط بتبع هيدا البحيرة والبحيرة هيدا اللي فوقها ييا على رمادة أكدر الحيوانات اللي بالقلبها هن اللي خلونا نحدد هيدا العمر وهو نحدد هيدا العمره أو باليوبارمنت عادة اللاجون أو المستنق هذه المحيرة الشاطئة يعني ماء مالحة بتخزين المواد العضوية بشكل كتير كتير كبير يعني بتخلينا تعطي البترول هيدا الشيء منشوفه من خلال الصخر عبر الفتحاء الفهوات الصغيرة على فتحات معينة بتدل انه كان عنا البترول وطلع هيدا البترول غاز وتنفس إذا بدك الصخر بالعنبر لبنان هون في عندي ريكوردز بعقدو لأجدد شيء إذا بدك أجدد ممثلي لعائلات من قردم الحشرات وأقدم ممثلي للعائلات الحديثة اللي عايشة هلأ المنطقة اللي عطيت كتير حشرات محجرة بقلب العنبر في عندي منطقة جوار السوس اللي هي هون رايح شوظيل من هون تبدو انه مشي هادي بس هدا الصخر بيفتح متكأن ورق مثل بايبرز بس بايد وف باكتيريا الفيلم كلو سبع هادي هون السفوصل الشت هون اسميها كوبرولايت بيكون في عندك حشيش بيكون في عندك حشرات بيكون في عندك سمك كلو بروح بقلبو هادي إذا شلتوها ودرستوها شو بتعرفوا منا؟ فيها نعرف إذا كان في برازيت أو شي كان بقاعد ببطنه للحيوان فيها نعرف كمانا شو كان أكل لأنه على الأرجح هادي فيها بتلاقي فيها أعضام أكل سماك أكل شو ما كان أكل أو شي منه نعرف شو أكل فاكتها فلاستك بالأول هاو دي ليرس تابول تابول تاريخ هول يعني هاو تاريخ مكتوب بقلبو طب وليا عم نلاقيون هون لا مشينا على هيدا السباط بالتحديد لح تلاقي هيدا الفوصل لأنه هون مسأبة أنه كان في عندك وهي الطبقة عادة تلاقي فيها فوصل إنسكتز بهاي الطبقة مثل هاك اي ها 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 دي لون الشوكولات أكتر في كتير بوب قضية الجوراسيك بارك في وراها بروفاسور كان بالجامعة الأمريكية توفى من كم سنة بروفاسور أفتيم عكرا يلي هو أول شخص لبنان اللي يقل العنبر هون بلبنان بالموقع يلي كنا فيه هلا بشوي بقى بروفاسور عكرا جمع بالستينات باخر الستينات مانا وستين تقريبا عفتسعين وثمانا 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 وثمين للكولكشن تبعيته فيه بقلبه فوسل انسكتس على لندن على ناتشورستر ميزيوم ولتقى هونيك بشخص اللي هو كان الكيبر تبع أو الكريتر تبع الفوسل انسكتس كولكشن باول ولي اسمه كان باول كانوا قال لي خبرني الخبرية بالزمانات افتيم بس خبرني اياها الخبرية الزيتة كمانا الاسستنت يلي كان بالوقت اسستنت تبع باول ولي اسمه ادمون جارزامبوسكي اللي هو هلا كمانا بروفاسور وقال لي لتقوا عطوا موعد بكافي حد فيكتوريا ستيشن بلندن قلو لك هل تفكر من احد هذه المرات؟ قلو عبر له افتيم لبول قلو باول قلو باول قلو باول قلو باول ما هدا يسميك جلده هيك شو بدك وين بده يعاقصه؟ قلو هون حول العين بالصفت أو بالانس عجبته الخبرية نخبرها بالوقت لمايكل كريتر اللي كتب الكتاب جوليسيك بارك وعمل حوالي هالقصة كلها سوا ووو هاي كبنلت تلص من وراها الخبرية من وراها الخبرية خبرية شو اسمها عنو عادينا عب يشربو شاي الصبح وكذا وكذا قالوا تخيل انو واحدة من هدولة عضة ديناصر صحو بلشت من هون غضية لجوراسيك بارك والعالم ما بتعرف يعني انو في عنا كان ديناصرز بالمنطقة ما منعرف ما منعرف نا ما بيعرف قديه غنى بالحشرات لبنان نا منعرف كل هاي بلد كتير غنى بالنبات بالحشرات بالمناخ الحلو اللي عندو ايه سميناه صخر جزيني لانو اكتر سمايك لقلو موجودة بالجزين حوالي 65 متر هايدي الطبقة بتعطينا هايدي الطبقة بتعطينا رفرنس للجيولوجي بلبنان وعالميا لانو صارت عالمية عمره مئة وثلاثين مليون سنة عمره مئة وثلاثين مليون سنة في بقلبها تحالب وحيونات متحجرة مثل الفورامين فارغ هون الحيونات بيعطوا عمر كتير كتير دقيق وخلونا نفهم الانفارمت اللي كان موجود فيه هايدي الطبقات الصخرية او الكلسية اللي منشوفوهن على الفير اليوم العالم بيخافهم الحشرات فعليا قداش عدد الحشرات اللي ممكن يقزي العالم واحد بالمية هلا واحد بالمية بيطلعوا عاش تلاف بس بس ما هيك اصعيد العالم كلو سوا بس واحد بالمية وهدولي يلي مثلا البعودة اللي بتجي بتاعص الواحد انه ماش جايا والله انا حيبة ايجي اليوم ايجي ااعص لا مش عانشار لا مش عانشار بدا لانه بروتيين للبيط طبعه ولا الحشرات انه كمانا ما في هنا يكون حبة فوكي واحدة كلها بتسيب وصل هي بتعمل تلقيح لكل الاشرة من كلها بحوالي تسعين بالمية مور الحشرات اا اكل مستقبل عالكوار ارضي للبشر من الحشرات هلا اا ليش لانه اذا عم ناخد مثلا الحومات اللي منكلها عادة ان احنا كبشر بين لحم اذا اخذنا الجيج الجيج في 17 بالمية بروتيين اذا اخذنا الغنم حوالي 24 بالمية البقر حوالي 25-26 بالمية الخنزير حوالي 27 بالمية السمك حوالي 30-40 بالمية بس اذا مناخد الحصان مثلا كمانا حوالي 28 بالمية لانه في عالم بيكله الأحصنة اصلا مناخل حشرات مناخل برودي بروديكت طبع حشرات بلا ما نعرف مش هبيحكي عن العسل العسل حالو شي كتير واضح نعرف الشامع ان يتلعوا كلنا اكلين جيلو كلنا شايفك حاطة حمرة مثلا انت معاك خبر ان هدول في بروديكت من الحشرات عشفى فيك عجاد شو هي اي بروديكت الكوشنية اليوم كمان هيدا بيعطي هيدا الصبغة لونه احمر الكارمن يلي بيكون موجودة بالبونبون بالجنبون بالجيلو بكل هدول اللونه احمر بالاكل هو افكتفلي جاي من الحشر حتى كمان جدودة كان اللبس كان يلبسوه الطربوش لونه احمر كرمزة لونه الكرمز جاي من الكرمس الحشرة اللي بتجي على الشان كرمس او على السندين الكرمس اللي هي حشرة ازا ناخد الحشرات خمشة وسبعين وبالطالع وهو ما فيهم كوليسترول وبيغزة اكتر وبيفيد اكتر وفينا نحصل على كميات قد ما بدنا كبيوماس يعني بلا ما نكون عم نقزة طبيعة بلا ما نقزة طبيعة بلا ما نقزة طبيعة صحيحة حشرات البنات فل بيئة حوالينا انا بيعطيها هيدا دايما اكزامبل لتلميزة بس انا ما بعرف اذا تنقل على هيدا انو بشوف اصغر وحدة اصغر وحدة بالصفة هيك تطعلى شي اربعين كيلو كلا سوع بعضة طلع في هيك انت دوموازيل مسلا انت عم تتخيل هيدا بتاعمل كاكا بنهار مسلا طلع هيك تستحل كازا هيك اه مني موم بتاعتش نصف كيلو كاكا طيب نكون عمرها عشر عشرين سنة دايلي كل نهار عب تعمل نصف كيلو كاكا على السنة قد بتعمل كاكا على القليل مئة وخمسين كيلو كاكا ومئةين كيلو كاكا على عشرين سنة قد لكم ساعة تعمل كاكا بس في هي وفي اما وفي حميل الحشرات وفي البقرة وفي كازا وفي كل ما سوا طب هوا عندما نطفو كنا هلا شو كنا على الأرض مقومين غير أني مترسا فقنا شي ألف متر تراكم كاكا وجتا كتخيرهم الحشرات موجودين عب نطفوهم يمكن ازا اشننا كل الحشرات انا بطل كلها الارضية كيلو والحقيقة كلها سوا على الكلة الارضية شهر أو شهر ونص ماكسيموم لحتى كل شي نقريب الزا ما في حشارات هون من كم سنة كمانا فينا عدم التارتن هون من اي عام؟ مية وثلاثين مليون سنة باريمين خياروا الانفارمنت هون مستنعات ومستنعات وفي حشيش كثير حوالينا فيه شجر كثير حوالينا فيه تمسيح فيه ترتلز فيه دانوسورز عب يقطعوا من هون فيه شوية حشرات بيجو بيعصوهم هم بيعصوهم هل هدا الدانوسور ولو ما هدا سباكت جلده هاك عنده سكيلز وعنده كذا بعينيه هون بالإنس ورق مية الحجاب للحشرات اوو بيعصو فيه من هون هن ازاتهم عب يطلعوا من لبنان بدلونا هون نفس الامور كلهم فيه محلات سباكت جده انت بحسب الباليو انفيرومنت يعني في محلات بيكون في عندي شجرة أقل أو شيء كان بالأساس يعني لكن قداش كانت تختلف الباليو انفيرومنت يعني زمان من ملايين السنين بمحلات محلات محلات في محلات ما في شجرة تير في محلات مثل هون مصر هون ما في شجر هونيك في شجر مئة متر بعيدة تقدرنا حددنا عمر الأمبر اعتمدنا كمان على هيد الطبقة هيد الطبقة الكلسية موجودة دايما فوق طبقات العنبر اللبناني اللي هي بالعصر التبشوري السفلي بقلب هيد الطبقات اللقينا هود المتحجرات خلونا نعرف ناخد فكرة كيف صار الديبوزيشن وكيف كان في قبل هيدا الصخر شو كان في عنا كعمر كمانا يعني دايما الطبقات يولوجية بالعمر كتير من الأقدم للأجد طبعا الصخر الجزيني هو أجد من الطربة أو الرمل اللي فيه طبقات العنبر اللبناني لغاني كتير بالحجرات والحجر هذا هو قصة لغنية قصة ماذا؟ لغنية موسيقى 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 موسيقى